حتى النفط، مصدر الثروة والدخل الوطني وسبب الرفاهية في الكثير من الدول تحول في العراق الجديد إلى مصدر أزمات داخلية ومحط مطامع خارجية وليس للعراقيين منه سوى انبعاثات المصاف السامة تتصاعد الاتهامات في ملف النفط العراقي حتى تبلغ منتهاها بالحديث عن وصول كميات من النفط المستخرج من كردستان إلى الكيان الصهيوني إذ تستخرج حكومة كردستان العراق النفط خارج إشراف الحكومة في بغداد منذ عام 2012 وحتى الآن تهريب النفط ينشط عبر شبكة من أحزاب ومافيات تتوزع بين أربيلا والسليمانية ثم عبر تركيا وإيران ومنهما إلى عدة وجهات كشفت صحيفة العرب الجديد عن واحدة منها بالحديث عن وصول جزء كبير من هذا النفط إلى موانئ فلسطين المحتلة وتحديدا ميناء أجدود الصحيفة نقلت عن مصدر حكومي قوله إن نوابا من حركة التغيير الكردية سلموا الحكومة والبرلمان ملفا كاملا عن تهريب النفط من كردستان العراق يتضمنوا معلومات عن كميته ووجهته بالإضافة إلى أسماء المتورطين في الأمر ويثبت الملف أن النفط المستخرج من كردستان يصل إلى نحو 300 ألف برميل يوميا تنتهي غالبها في ميناء مرسين وجهان التركيين ومن هناك يشحنوا ليباع بأسعار بخسة جدا رغم جودة النفط العراقي هذه التقارير تضع الاتفاق بين بغداد وأربيل على المحك إذ أعلنت الحكومة في وقت سابق توصلها لاتفاق قبيل إقرار الموازنة يقضي بإشراف شركة سومو على عمليات تصدير النفط من حقول كردستان إلى الخارج مقابل تمرير رواتب البيشمرقة إلا أن أربيل لم تسلم الملف إلى بغداد كذلك الأخيرة لم ترسل المخصصات المالية للبيشمرقة النائب عن تيار الحكمة علي لبديري قال إن جزءا من نفط كردستان المهرب يستقر في الموانئ الفلسطينية المحتلة ويصدر لجهات أخرى مطالبا الجهات المعنية بالتحرك تجاه هذا الملف ليتبعه النائب برهان المعموري بالقول إن حكومة عبد المهدي تتحمل المسؤولية عن كل برميل نفط يخرج من البلاد لم يكن النفط وحده يخرج من البلاد على عجل بل نزف العراق كما هائلا من الأموال استقرت في أرصدة الأحزاب كما خرج من البلاد أصحاب الشهادات والكفاءات العلمية بعد أن حكم العراق من دخلوه خلف الدبابة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر